خَيْرُ الْكَلَامِ قَلِيلُهُ إِذْ أَوْرَقَا بِحُرُوفِهِ آيُّ الْكِتَابِ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه ودعى بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فأحييكم إخوة الإسلام والإيمان في هذه الحلقة التي أحدثكم فيها عن واحدة من أجل صفات الله عز وجل ومن أفضل ما يتعبد العبد بها لربه سبحانه وتعالى وهي صفة الرقيب فإن مراقبة الله تبارك وتعالى في السر والعلن من أهم خصائص المسلم لأنه يعلم أن الله تبارك وتعالى يراه حيث ما يكون ومن ثم فإنه يخشاه ويتقيه ويجعل ظاهره كباطنه الله تبارك وتعالى من أسمائه الحسنى الرقيب إن الله كان عليكم رقيبا فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم والرقيب والإيمان بصفة الرقيب معناها أن يعتقد المسلم بدوام اطلاع الله عز وجل عليه ظاهرا وباطنا فينقي باطنه حتى يكون باطنه كظاهره وهي أحدى أهم سمات المسلم إن الله تبارك وتعالى يعلم ما نفعل وما نقول وهو مطلع علينا ولذلك فإن إيماننا بهذا يجعلنا نتقيه الله سبحانه وتعالى يقول أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه ثم عقب على ذلك بقوله قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون أي أن الذين يعلمون أن الله عز وجل مطلع عليهم فيقضون أوقاتهم وبخاصة في السحر في العبادة والطاعة في السجود والقيام وقلوبهم مملوئة بالحذر من الآخرة دون قنوط فيأتي الرجاء في رحمة الله عز وجل فيعتدل الميزان فالعبد بين هذين الوجدين وجد الخوف من الله ووجد رحمة وغفران الله عز وجل فإذا ما تحقق فيه هذا يكون عبدا عالما قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون أما ضعيف الإيمان بهذه الصفة الجليلة من صفات الله عز وجل الذي إما أنه يشك في أن الله يراقبه أو أنه يؤمن بأنه يراقبه إلا أن غفلته تغلب عليه وشيطانه يسيطر عليه فيعص الله عز وجل فيعص الله عز وجل فإنه قد يتظاهر أمام الناس بالطاعة ولكنه إذا خلى بنفسه عصى الله وتجرأ عليه وهنا ندرك معنى الحديث القدسي الشريف الذي يقول الله عز وجل فيه لعبده هذا إذا كنت تؤمن بأنني لا أراك فالخلل في إيمانك وإذا كنت تؤمن بأني أراك فلماذا جعلتني أهون الناظرين إليك أي أنك استهونت بالله عز وجل وبسلطانه وجلاله ثم تخفيت من الناس وفعلت ما فعلت إننا أيها الإخوة الكرام نتعلم من الصيام وهي العبادة الجليلة التي نحيا في كنفها في هذه الأيام نتعلم منها جيداً هذه الخاصية وهذا الخلق من أخلاق المسلم المراقبة مراقبة الله في السر والعلن لماذا؟ لأن المسلم عندما يصوم فإنه لا يمكن أن يرائي الناس بالصيام الصيام هو العبادة الوحيدة التي لا يمكن أن يراء بها فإن العبد يمكن أن يتظاهر أمام الناس بالصيام ثم إذا خلى بنفسه أكل وشرب أما عندما يمتنع عن الأكل والشرب وهو يخلو بنفسه لا يراه أحد ولا يسمعه فإن هذا الامتناع دليل على أنه يؤمن ويتيقن بأن الله عز وجل يراه ولو كان لا يؤمن ولا يتيقن بأن الله عز وجل يراه لأكل وشرب في خلوته ولذلك أيها الإخوة نجد أن الله عز وجل يقول في الحديث القدسي الصحيح كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به وقد فهمنا الآن لماذا نسب الله تعالى الصوم لنفسه دون غيره من العبادات أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا صالح الأعمال وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته خير الكلام قليله إذ أوراقا بحروفه آي الكتاب ربيعا وسرى بنور حديث خير معلم وهبت به حكم جرت ينبوعا هو كالضيائي توهجا وهدايا سكنت معانيه رؤى وظلوعا هو كالضيائي توهجا وهدايا سكنت معانيه رؤى وظلوعا خير الكلام خير الكلام خير الكلام خير الكلام قليله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا